المتسابقة نادية بنت سعيد أحمد من دولة النرويج وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الأول بسم الله يقرأ من قول سبحانه وتعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قرباً عند الله وصلوات الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهاء خاندين فيها وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهاء وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهاء وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صح ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقتا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسيرى الله عملا حسنوك حسنوك السؤال الثاني يقرأي من قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فاقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا حسبك السؤال الثالث اقرأي من بداية سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم أعيد من قوله تعالى فإن لم تعلموا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وإسماع وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وإسا وموسى وعيسى وعوسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وإبراهيم وإبراهيم بالترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا